ومن الحالة الجوية هننتقل لرصد أحوال المرور معاكم مشاهدين الكرام نهار ده يوم الجمعة بيبقى الصبح رايي الحمد لله بعد صالة شوية يبقى فيه كسفات مرورية ولكن هبتدي معاكم برصد الحالة المرورية من طريق صلاح سالم العروبة وده يعتبر من الطرق الحيوية لأنه بيكون مؤشر بالنسبة لنا لباقي الطرق نشوف التطبيق كده معاكم ونظرة من أعلى الخريطة على تطبيق جوجل مابس ونشوف أحوال الطرق ايه ممكن يبقى فيه بعض الكسفات فيه مناطق معينة بعينها على فكرة ومش بنقول على القاهرة بس يا جماعة الموضوع كمان بيشمل المحافظات لأنه الأمطار عملت بعض الكسفات المرورية لكن يوم الجمعة ممكن ما نشعرش بها الكسفات دي ممكن نشعر بها في باقي الأيام لكن فيه جهود كبيرة جدا في التنمية المحلية على هذا الأمر غرفة العملات الرئيسية طبعا بتحذر من الموضوع ده نقلل السرعات أقل كمان من السرعات المقررة قدر المستطاع في بعض الأماكن ما زالت لسه متأثرة بتدعيات الأمطار في بعض الأماكن في بعض المحافظات في بعض المحافظات ألقفت الدراسة عشان موضوع الأمطار والسيول ولذلك هذه الفترة اللي فيها تقلبات لابد أن احنا نأخذ احتياطاتنا قدر المستطاع وصلنا معاك وعدنا كبري أكتوبر طريق كانراء الحمد لله طلعنا محور 26 يوليو في المنطقة دي بقى في تحويلة مرورية رحمة بتقول بيتفرجوا علينا هرجع لك تاني في النقطة دي يا رحمة ولكن محور 26 يوليو قبل ما تطلع ميدان لبنان وانت في طريق 6 أكتوبر هتلاقي في تحويلة مرورية هتطلع هتمشي على طول أسفل الكبري وتلف تاخد اليوترن وترجع وتدخل أول يمين هنا مطلع المحور عشان فيه هناك بعض أعمال رفع الكفاءة في بداية المحور ولذلك فيه هناك تحويلة مرورية في هذا التوقيت لسه ما عندناش فكرة قوي الإصلاحات دي هتستمر لمدة قد إيه ولكن أول ما يجلنا الخبر على طول هنقول لحضراتكو على التفصيلة الخاصة بهذا الموضوع عشان كده احنا شايفين كمان أهو يعني الحتة بس الليل بالأحمر والبرتقالي اللي فاتت دي دي اللي فيها التحويلة المرورية وبعدين بقي المحور هتلاقيه كله مضاء بالنسبة لنا باللون الأخدر وده مؤشر على السيولة المرورية وتوصلوا بألف سلامة خلوا بالكو الشابورة عالية جدا على الطريق حاول قدر المستطاع نخفض السرعات وطبع زبانتي بتقولي كده يهبت دينا تمام وجميلة جدا ولازم لك تبلغ مثلا عايزي أولك يهبت اللي فعلا اللي اللاس بتتفرج على تمالي للصبح وده من الحاجات اللي فعلا بتفصلت كلنا وده اللي بلبك بيبقى أحسن بردابك أكيد إن شاء الله يا رب دايما قوليلي بقى يا رحمة هتعملي إيه في نيو يير أجازت نيو يير مؤضيها زي على قرردي عامل نيو يير في البيت أنت على طول عامل نيو يير رحمة من الناس اللي عندها جود بايفز على طول يعني فوزيتب بايفز على طول إخواتي يلجعوا من السفر الله وده اللي الحلوة دي بتبقى مهمة جديني عوضوا معايا وطبعا من أخوية فيش سفر كده ما فيش خروجة حلوة لا ده بس بدري بقى بس بدري أجازة سعيدة وعام سعيد عليكي يورسلوا حضراتكو طيبين يارب دايما في أمان وسلام يورسلوا حضراتكو طيبين يورسلوا حلوة